عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لبحث جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد ووزير المالية محمد معيت ومسؤولون آخرون تم استعراض أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في تنشيط البرصة بشكل خاص أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام